السلام عليكم اليوم إن شاء الله سنرى الدرس الخامس المجزوء المجزوء وهو Expressing, Addition and Concession سنرى المفاهيم مفهوم Addition و Concession سنرى من بعض Expressions of Addition and Concession بعض العبارات التي نستعملوه لنعبروه على Addition and Concession Position in the Sentence سنرى الموضع ديالهم في الجملة بحال يكون ندرنا مع الدرس الليفات Expressing, Causing, Effect سنرى نفس الشيء تماما واش نستعملوه العبارة في البديل الجملة او لا في الوسط سنرى من بعض Examples بطبيعة الحال كل حاجة سنرى ضروري ما سنرى معها مثال وفي الاخير سنرى تمرين سنرى تمرين ديال الدرس كامل إذن نبدو بال Addition وندوزو نتعرفو على المفهوم دياله Expressions of Addition Add an idea to another detail to the sentence باش كيعطيو معلومات اكتر او لا تفاصيل اكتر لواحد الجملة يعني كنزيدو فكرة على فكرة واحدة اخرى يعني هذي عملية الاضافة اوكي Addition Each pair of sentences express either a positive or a negative idea كل زوج من الجمل يعني حتي كيكون عدنا جوج ديالجمل هذيك pair بمعنى جوج من الحاجة اوكي يعني كيكون عدنا جوج ديالجمل هذيك جوج الجمل ياما تيكونو كيعبرو على فكرة ايجابية او لا فكرة سلبية ياما بجوج كيكونو كيعبرو على فكرة ايجابية او لا بجوج تعبرو على فكرة سلبية اوكي نشوفوا مثال example احمد is intelligent احمد is hard working اذن هنا عدنا جوج ديالجمل جملة اللولة هي احمد is intelligent بمعنى احمد ذكي والجملة الثانية احمد is hard working احمد يعني جاد او لا مجتهد احمد مجتهد إلا لاحظنا هنا يالجمل بجوجهم كيعبرو على فكرة ايجابية يعني يعنيش حاجة اللي مزيانة زوينة يعني احمد is intelligent احمد ذكي والذكاء شي حاجة اللي مزيانة احمد is hard working بمعنى احمد مجتهد والاجتهاد يعني شي حاجة اللي تهيز وينة إذن هاد الجمل بجوج كيعبرو على فكرة ايجابية ذك شي علاش قولنا في الشرح each pair of sentences express either a positive or a negative idea يعني هاد الجوج ديالجمل يأما بجوج كيعبرو على فكرة ايجابية او لابجوج كيعبرو على فكرة سلبية ذكض هادو اللي عدنا هنا في هذا المثال كيعبرو على فكرة ايجابية اوكي دابا هاد الجوج ديالجمل بغينا نرجعهم جملة وحدة باستعمال باستعمال يعني عبارة ديال الاضافة هو ماشي ضروري نرجعهم جملة وحدة ممكن تولي جملة وحدة ممكن يبقاو جوج ديالجمل يعني جملة بوحدة وجملة بوحدها ولكن كنصيلهم عن طريق عن طريق اداة ربط هذيك الادات الربط اللي كتكون كتعبر على الاضافة هي اللي كغدي نستعمل اتماك باش يكون واحد تماسك بين جمل وباش من ديروش تكرار ماشي كل اخترام قولوا احمد ايز احمد ايز اوكي هنا كين واحد تكرار وكتجي صعيبة احتف احتف الهضرة احتف فاش كنبغون قولوها كتجي صعيبة اوكي اذا هنا شنو عندنا احمد is intelligent and hard working اذا هنا استعملنا واحد العبارة اللي هي and يعني كلمة ربط اللي عندها المعنى دي الاضافة هي اللي كان قولوه بالعربية و احمد ذكي و مجتهد اذا هنا يا ازدنا فكرة على فكرة خلاص ازدنا الفكرة التانية اللي هي hard working يعني المعلومة التانية على المعلومة اللي هي intelligent و ما عودناش قولنا احمد يعني تجنبنا التكرار ما غديش نقولو احمد is intelligent and احمد is hard working يعني تقيلة كنحيدو احمد ايز و كنكتبو نيشان احمد is intelligent and hard working باش يكون عندنا واحد النوع دي التماسك بين الافكار و كتجي الجملة يعني مطويلاش بزاف و مقبولة اذا هذا هو المبدأ ديال هالدرس هذا غادينا بندوزو نشوفو عبارات اخرين اللي كيتستعملو في addition يعني باش كان برغو نحبرو على الاضافة و غادينا شوفو الاستعمالات ديالهم اذا نبدو بالعبارة اللولة اللي شفنا عادة في المثال اللي هي and and بمعنى و هادي and كيفما كتشوفو بالحمر كتكون شي حاجة كتكون واحد الجملة قبل منها هذوك النوقات يعني بمعنى كتكون شي حاجة قبل و عاد كنديرو و و كنكملو الجملة من المور هاديك و هاديك and كتكون يا اما كلمة a word او لا phrase بمعنى شبه جملة يعني شي عبارة او لا كتكون sentence جملة اوكي يا اما هاديك and كتكون كتلاسق يا اما ما بين جوج الكلمات او لا جوج العبارات او لا جوج ديال الجمل هنشوفو امتيلا على هاد شي بطابعة الحال position in the sentence هاد and في الجملة كتكون دائما في الوسط in the middle اوكي كتكون في الوسط كان نستعملوها في الوسط ديالجملة ما كان نبدوش الجملة ب and كان نستعملوها في الوسط example peter is hard working and intelligent بحل الجملة اللي شفنا قبيلة يعني peter مجتهد و ذكي اوكي اذا هنا عدنا hard working كلمة و intelligent كلمة و هما في نفس الوقت لها افكار اوكي هاد جوج ديال كلمات آآ لاسقناهم بادة الربط هي and وليك تعبر على الاضافة اوكي يعني في عوض ما نقوله peter is hard working peter is intelligent تقيلا دونك زدنا الفكرة الثانية على الفكرة اللولة او ربطناهم ب and باش تعطينا جملة مختصرة و مقادة اوكي peter is hard working and intelligent the second example peter likes reading books and learning languages peter كيعجب قراءة الكتب وتعلم اللغات اذا هنا يعدنا عبارة زائد عبارة العبارة اللولة شنا هي reading books phrase يعني عبارة شبه جملة والشبه جملة الثانية او للعبارة الثانية هي learning languages اذا كان هنا عدنا جوج ديال الحواج لانك زدنا الفكرة الثانية على الفكرة اللولة وقدرنا نفس الشيء استعملنا هذا التربط اللي هي and اوكي 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 اعطتنا peter likes reading books and learning languages فعوض ما نقوله peter likes reading books and peter likes learning languages يعني غدا جينا طويلة بزاف اوكي the third example peter is hard working and jane is intelligent هنا عدنا هنا ربطنا ما بين جوج الجمل جملة زائد جملة الجملة اللولة شنا هي peter is hard working peter مجتهد الجملة الثانية هي jane is intelligent وهنا هنا استعملنا شخص آخر E bundy is hard working and jane is intelligent لنستعملنا اضاة الربط باش نربطه ما بينجوج الجمل باش يكونوا الافكار ديولهم متماسكين اوكي اذا نزدنا الفكرة التانية اللي هي Jane is intelligent على الفكرة اللولى ندودوا دباً تعرفوا على العبارة التانية ديال addition besides هاد الكلمة هذي تهي كنستعملوها يعني تهي اضاة الربط اللي كتعبر على الاضافة باش كنستعملوها باش كان ربطه ما بينجوج الافكار بمعنى هاد العبارة معنيتها الى جانب ذلك يعني كيف ما كتلاحظو كتكون واحد الجملة قبل منها وهي كنستعملوها في البدية ديال الجملة التانية كنتبعوها بالفاصيلة وكيتبعها subject example هنا عدنا position in the sentence كيف ما قلت at the beginning of the second sentence كنستعملوها في البدية ديال الجملة التانية example i dislike i dislike fishing besides i don't own a boat i don't own a boat انا ما كانحملش الصيد اكره الصيد الى جانبي ذلك i don't own a boat يعني ما عنديش مركب المركب ديال الصيد ما عنديش اوكي so هنا عدنا i dislike fishing هدي جملة اللولة والجملة التانية i don't own a boat اوكي استعملنا بناتهم besides باش نزيدو الفكرة التانية اللي هي i don't own a boat على الفكرة اللولة اوكي الفكرة ديال انني ما عنديش المركب اوكي زدنا ها على الفكرة اللولة ديال انا ما كانحملش الصيد اوكي so اه زدنا فكرة على فكرة اللولة اوه هنا عدنا ولات عدنا جملة الافكار ديالها متماسكين اوكي انا بقاوي عدنا جوج ديال الجمل اوكي انا رى عدنا جوج ديال الجمل ولكن الأفكار متمسكين الأفكار مترابطين بوحد آدات الربط لأن توجد جملة بوحدة وجملة بوحدة أنك ما قلنا شيء I dislike fishing نقطة I don't own a boat أخبرنا أخبرنا واحد آدات الربط اللي اللي كتوصل ما بين الأفكار بالجوج I dislike fishing besides I don't own a boat أنك إلا لحتو besides تنضيرو موراها الفاصلة فاش كان استعملوها في البديد الجملة الثانية وكانتبعوها بالفاصلة وكانبدو بالsubject يعني كانتبعوها بالsubject اللي هو i كيف ما كتلاحظو إذا ندوزو نتعرفو على العبارة الثالثة ديال expressing addition in addition بمعنى بالإضافة إلى كتكون قبل منها الجملة كنستعملوها هي في البديد الجملة الثانية متبعوها بالفاصلة وبsubject position in the sentence at the beginning of the second sentence في البديد الجملة الثانية example جون's grades are terrible because he has been so lazy these days in addition his relationship to his parents got worse شنو معنى تدشي هذا نبدو بالجملة اللولة جون's grades are terrible because he has been so lazy these days يعني النقطة ديال جون النقطة دياله في المدرسة are terrible يعني رهيبة خايبة بساف because he has been so lazy these days حيتاش كان كاسول بساف هالأيام هدي كان معجاز بساف كاسول دونك جاب نقطة خايبة in addition بالإضافة إلى ذلك ولا voilà دونك كنقولو بالإضافة إلى ذلك أو لا بالإضافة إلى شي حاجة his relationship to his parents got worse العلاقة ديالتو مع والديه ساءت ولت سيئة أكثر إلى عقلتو في ال definition كنا قلنا بالجمل ديال addition كيكونو يا إما بجوج كيعبرو على فكرة إيجابية أو لا بجوج على فكرة سلبية وهالجمل اللي عدنا هنا يا كيعبرو على فكرة سلبية فالفكرة اللولة شنو هي هو أن جون عندونه قط خايبة هذه فكرة سلبية هذه والفكرة الثانية اللي سلبية هو أنه العلاقة ديالتو مع والديه حتى هي ولات سيئة إذن هنا عندنا جوج الأفكار سلبية لصقناهم بواحد العبارة ديال الإضافة addition اللي هي in addition in addition أوكي و باش يعني باش نلاسقوا ما بين باش يكون تماسك ما بين الأفكار ديال الفكرة اللولة والفكرة الثانية يعني الأفكار للجملة اللولة والجملة الثانية أوكي يكون واحد تماسك جميع العبارات اللي كانت ستعملوه بحال في هاد دروس هادو باش نوصلوا ما بين الأفكار يكون تماسك وترابط ما بين الأفكار ديال الجمل أوكي كلهم جميع العبارات إذن in addition كيفما كتلاحظو تبعاتها فاصلة أتبعوا subject اللي هو his relationship to his parents هادي كاملة تسمى subject يعني العلاقة ديالتو مع والده حيتاش قلنا got worse ساءت شنا هي اللي ساءت العلاقة ديال جون مع والده أوكي كاملة his relationship to his parents هادي كلها subject دونك ندوزو نتعرفو على عبارة وحدة آخرى ديال addition moreover هاد العبارة هادي عندها المعنى ديال علاوة على ذلك كتكون قبل منها جملة كنتستعملوها هي في البديل الجملة الثانية at the beginning of the second sentence انتبعها بالفاصلة and the subject تماما كيفما كتشوفو مكتوب بالحمر example the report is badly written moreover it is inaccurate يعني هاد التقرير هذا مكتوب بطريقة سيئة علاوة على ذلك moreover it is inaccurate بمعنى غير دقيق هو غير دقيق هادك هو كتعود على the report التقرير هي هادك it اللي كتشوفو في الجملة الثانية لتابعة moreover يعني عندنا moreover ككلمة ربط متبوعة بالفاصلة وبالsubject اللي هو it وهاد it هو اللي كيعود على the report التقرير اوكي باش ما نعودوش the report مرة أخرى كيفما قلنا في البديل كان جنبو دائما التكرار باش ما نقولوش عودتاني the report is inaccurate so it refers to the report okay so the report is badly written moreover it is inaccurate furthermore furthermore بمعنيتها ضف إلى ذلك حتى هي ممكن تكون عند المعنى هذه العلاوة على ذلك يعني هذه كلهم عبارات كنستعملهم للإضافة كنزيد معلومة okay position in the sentence at the beginning of the second sentence إذن هذه العبارة كنستعملها في البديل الجملة الثانية بحل اللي شفنا مع العبارة اللي قبل اوكي تبعها subject example our sales are expected to rise 30% in the next year furthermore purchase of new equipment will help cut manufacturing costs and increase profits شنو معنية هذه الجملة هذي من المتوقع أن ترتفع مبيعاتنا بنسبة 30% في العام المقبل هي الجملة اللولى our sales are expected to rise 30% in the next year furthermore علاوة على ذلك فإن شراء معدات جديدة سيساعد على خفض تكاليف التصنيع وزيادة الأرباح purchase of new equipment will help cut manufacturing costs and increase profits اوكي هنا عدنا جوجة الجملة بطبيعة الحال في الجملة الثانية بدناها ب furthermore عبارة الإضافة باش نضيفه باش نضيفه باش نضيفه باش نضيفه نديره تماسك يكون تماسك بين الفكرة الثانية والفكرة الأولى اتبعناها بالفاصيلة واتبعناها بالsubject وهو purchase of new equipment هذه كلها الsubject عاد كيتبعو will help وهو الverb will help cut manufacturing costs اوكي اوكي في المتحان in the middle of the second sentence يعني كنستعملوها في الجملة الثانية وفي الوسط يعني الوسط دي الجملة الثانية example smoking causes dangerous illnesses التدخين يسبب أمراض خطيرة it also kills الجملة الثانية فيها it also kills هذه it كتعد على smoking التدخين also kills بمعنى وهو يقتل أيضا بمعنى التدخين يقتل أيضا اوكي هذه also بمعنى التدخين يسبب أمراض خطيرة و يقتل أيضا اوكي it also kills إذا رحتوا also جا قبلوا منها subject اللي هو it اللي كيعود على smoking ومن بعد منها جا the verb اللي هو kills إذا نعقلوا على هذه القاعدة هذه also كنستعملوها بين subject and the verb as well as إضافة إلى هذه العبارة كنستعملو مورها كنستعملوها بعدها في البديد الجملة at the beginning كنبدو بها الجملة وكنستعملو مورها ing يعني verb زائد ing من بعد فاش كنستعملو مورها ing كندروا فاصلة وكنكملو أوكي قد نشوفو مثال as well as speaking English Peter speaks French يعني إلى جانبي أو لا إضافة إلى أن Peter يتحدث اللغة الإنجليزية فهو يتحدث يعني يتحدث اللغة الفرنسية أوكي as well as speaking English فاصلة Peter speaks French إذا لا لاحظوا هذه as well as تبعتها ing speak زائد ing عطتنا speaking أوكي وفاش سلينا الجملة درنا الفاصلة وكملنا الجملة Peter speaks French هات العبارة هدي عندها جوج ديالستعمالات جوج ديال forms ديالأشكال الشكل اللول هو اللي شفنا عدابة والشكل الثاني هو فاش كنستعملوها فوسط الجملة هات العبارة ممكن استعملوها فالبداية وفالوسط ديالجملة كتكون جملة قبل منها وهي كنستعملوها الوسط وكنتبعوها بالنون الاسم position in the sentence in the middle and the example Peter speaks English as well as French استعملت نفس الجملة إذن Peter speaks English as well as French يعني يتحدث Peter باللغة الإنجليزية وكذلك بالفرنسية as well as French إلى جانب أو لا بالإضافة إلى الفرنسية إذن راحت هنا استعملنا as well as في وسط الجملة وزدنا الفكرة الثانية اللي هي أنه كيهضر باللغة الفرنسية زدناها على الفكرة اللولة لأنه كيهضر باللغة الإنجليزية أوكي زدنا فكرة على فكرة دائما هذا هو المبدأ ديال هذا الدرس هذا دائما كنزيد فكرة على فكرة أحد آخر دائما يكون عدنا جوجة ديال الأفكار along with بمعنى إلى جانبي along with كتبعها ing حتى هي عندها جوجة ديال forms أنا بدأ بالفورم اللي هو كتبتها الجملة كنتستعملها at the beginning of the sentence و كنتبعها ing okay example along with being busy with her professional career suzanne manages her life her family life يعني إلى جانبي كونها مشغولة في حياتها المهنية يعني suzanne تدير حياتها العائلية يعني بوحد شكل جيد يعني تستطيع suzanne أن تدير حياتها يعني العائلية أو للأسرية أوكي تستطيع أنها تسير الأسرة ديالتها بالرغم أنها مشغولة أوكي هنا عندنا along with بينا إلى جانبي هنا along with يلا رحل تبعناها ing the verb to be تبعناها ing أوكي و في الأخير دير هذه الجملة هذه درنا فاصلة وكملنا بالجملة الثانية وهي suzanne manages her family life أما الفورم الشكل الثاني لهذه العبارة هذه كتكون نستعملها في الوسط in the middle وكتكون جملة قبل منها وهي كنتبعها بالنون الإسم example suzanne manages her family life along with her professional career so هنا تستطيع سوزanne تسيير عائلتها إلى جانب حياتها المهنية تستطيع أنها تسييرهم بجوج هذه وهذه هذه زائد هذه هنا إلى لحظة along with استعملنا في الوسط قبل منها الجملة استعملنا هي في الوسط وتبعنا ها بالنون وهو her professional career الحياة المهنية not only but also هنا بغتكم تردوا معي البلم زيان مع هذه العبارة هذه لديها قاعدة خاصة وعندها جوج دي الفورم الفورم اللول هو أنه تستعمل هي بعد ذا نستعملها في نفس الجملة لا يكون جوج الجمل ولكن تكون جوج دي الفكار وخام لا يوجد جوج دي الفكار ولكن في نفس الجملة يكون جوج الأفكار لذلك لماذا لدينا هذه النقاط لأن هذه النقاط تكون الفكرة الأولى وفي النقاط الأخرين تكون فكرة الثانية يكون subject قبل منها يكون سابق و نكمل هذه العبارة نستعملها في وسط الجملة نشوف مثال هذ العبارة أصلا شنو معنيتها not only but also هي فاش نقول ليس فقط لكن أيضا ليس فقط بل أيضا لا يسبب التدخين المرض فحسب أو لا فقط بل يقتل أيضا يعني التدخين ماشي غير كيسبب الأمراض ولكن كذلك كيقتل أوكي زدنا فكرة على فكرة زدنا الفكرة الثانية لهو أن التدخين يقتل على الفكرة اللولة أن التدخين يسبب المرض هذا هو المعنى يعني ليس فقط بل أيضا لا يسبب التدخين المرض فقط أو لا فحسب بل يقتل أيضا ولا لحظة هنا كيف استعملنا هذه العبارة من مور هذه not only استعملنا الفكرة اللولة ومن مور but استعملنا الفكرة الثانية not only cause illness but it also kills نشوف الفورم الثاني ديال العبارة هذه نفس العبارة تماما يعني الفورم الشكل الثاني دياله حتى وكن استعمل ه في وسط الجملة سموكين داز not only cause illness but also kills عندها تماما نفس المعنى دير الجملة اللولة غير هنا كان واحد شوية الفرق في الاستعمال العبارة يعني الفرق اللي كان هو في but also إلا لحت في العبارة في الجملة اللولانية درنا هذيك it بناتهم it اللي كان تعود على التدخين smoking وفي العيب وفي المثال الثاني ما درناهاش درنا نشن الفعل smoking does not only cause illness but also kills أوكي هذيك it ممكن استعملوها ممكن ما استعملوهاش إلا استعملناها كنحطوها ما بين but also وإلا ما استعملناهاش كندرونيش but also وكنستعملو الفرب kills أوكي what's more what's more نقدرون نترجموها زيادة على ذلك كنستعملوها في بديا ديالجملة التانية at the beginning of the second sentence the decorations were beautiful what's more the kids made them themselves يعني لديكوراسيون كانوا زوينين beautiful what's more the kids made them themselves زيادة على ذلك الأطفال هما اللي داروهم بأنفسهم هما اللي دارو هذوك الزخارف هذوك decorations أوكي هنا زدنا فكرة فكرة على فكرة وستعملنا what's more متبع بالفاصلة و متبع بالsubject اللي هما the kids الأطفال الأطفال هما اللي دارو هما اللي فعلو أوكي هما اللي دارو ذاك الفعل the kids made هو الفعل made them themselves إذن هذي آخر عبارة اللي شفنا دابة في expressions of addition ندوز نتعرف على العبارة ديال concession ونتعرف أول حاجة على المعنى ديال concession concession refers to two sentences which usually express ideas opposite to each other in meaning هذا الconcession أو اللي لا بغن نسميه التعارض كيكون تعود على واحد جوج ديال الجمل حتى هو كيكون فيه جوج ديال الجمل ولكن هذو الجوج الجمل تيعبر على أفكار لمتعارضة يعني كتكون فكرة إيجابية وفكرة سلبية ماشي بحل addition قلنا هذو جوج ديال الجمل كيعبرو إما على جوج الأفكار إيجابية أو لجوج الأفكار سلبية يعني بجوج هم تيكون عندهم نفس الأفكار هذو في الconcession العكس كتكون جملة كتعبر على فكرة إيجابية وجملة على فكرة سلبية أو لا العكس يعني جملة سلبية وجملة إيجابية يعني ممكن جملة تقلب وماشي مشك يعني المعنى ديالهم تيكون تيكون واحد العكس ديال آخر بمعنى جملتين متعارضتين فكرتين متعارضتين بحل يقول تعذب وحدة إيجابية والخرة سلبية example أحمد إيجابية أحمد إيجابية فكرة اللولة جملة اللولة كتعبر على فكرة إيجابية وهي أحمد ذكي والجملة الثانية كتعبر على فكرة سلبية وهي أحمد إيز ليزي أحمد كسول example أحمد إز إنتاليجنت بط ليزي هذة الجملة هذي استعملنا عبارة ديال التعارض لهي بط بمعنى لكن أو كن أحمد إز إنتاليجنت بط ليزي أحمد ذكي لكن كسول هو راه ذكي ولكن تعقز بزاف كسول أحمد إز إنتاليجنت بط ليزي هذة الأفكار بجوج استعملنا معهم أداة ربط التي هي بط التي تعبر على التعارض والتي تتماسك ما بين هذوك الجوج الأفكار كي يبعدنا جوج الأفكار متماسكين أوكي ندوز تعرفوا العبارة الأخرين ديال الكنساشن إذن باش نشرح هاد الكلمة هذي أكتر ديال بط كتكون قبل منها الجملة هي كنستعملها في وسط الجملة وكتبعها يئمة كلمة كتبعها كلمة أو لا جملة مثال أحمد is intelligent but lazy حال الجملة التي شفنا عدد أحمد ذكي لكنه كسول يعني لاصقنا ما بين جوج ديال الكلمات الكلمة اللولة هي intelligent الكلمة الثانية هي lazy وفي الجملة الثانية لاصقنا ما بين جوج ديال جمل أحمد is intelligent but his brother is not يعني أحمد ذكي لكن أخاه ليس ذكي is not بمعنى ليس ذكي ما استعملناش intelligent باش ما نعودوش تكرار باش ما نقولوش عوداني but his brother is not intelligent اوكي درنا غير is not اذا هنا يستعملنا but باش نلاصقوما بين جوج ديال الجمل اوكي جوج الجمل وحدا كتعبر على فكرة إيجابية والفكرة تتعبر على فكرة سلبية لاصقنا بنتهم غير باش يكونوا عدنا أفكار متماسكة مترابطة although although معنتها على الرغم من although كان بدو بها الجملة وكنتبعوها بـ subject position in the sentence at the beginning example although أحمد is intelligent he is lazy على الرغم من أن أحمد ذكي يعني هو كسول أوكي يعني إلا شتو بمك although بدنا بها الجملة تبعناها بـ subject وهو أحمد يعني حتش أحمد هو اللي ذكي في الجملة اللولة إذن تبعناها بـ subject وهو أحمد ممكن ممكن استعملوه في البدية أو لا في الوسط فاش كنستعملوه في الوسط كتكون قبل منه جملة وهو كنستعملوه في الوسط وكتبعو دائما subject أحمد is lazy although he is intelligent أحمد كسول على الرغم من أنه ذكي إذن إلا لحظت هذه although استعملناها في وسط الجملة يعني سبقاتها بعد جملة لهي أحمد is lazy استعملناها هيا في الوسط وتبعو subject وهو he وهذه he كتعد على من أحمد دائما أحمد ذكي في الجملة الثانية he is intelligent though هاد though عنده لفس القاعدة ديال although ليش فينا قبل منه هو ما تشابه بزاف يعني هاد though هذا معني رغم أنه ممكن حتى هو يكون عنده المعنى ديال العرر رغم الاول حتى هو كان استعمل في البدياد الجملة كان بدأو به الجملة ويتبعو subject example though Sarah has family problems she works hard بالرغم أن Sarah عندها مشاكل عائلية هي تخدم مجتهدة works hard تخدم بجد و form الشكل الثاني فاش نستعمل في وسط الجملة Sarah works hard though she has family problems سارة تخدم بجد تخدم مزيان على الرغم أنها عندها مشاكل عائلية إذن إذا لاحظتم هذه though فيما استعملناها كتبعها subject دائما في الجملة اللولة تبع تبع ها subject وهي Sarah وفي الجملة الثانية تبعها subject وهي she وهذه she تقعد على Sarah على نفس الشخص الناس however however عنده مع ذلك أو لا غير أن position in the sentence at the beginning of the second sentence كنت استعملوا هذه العبارة هذه هذه الكلمة في البديد الجملة الثانية وكيتبع ها subject example smoking is bad for health however some smokers say that it relieves stress stress يعني التدخين هو مدير بالصحة على الرغم من ذلك أو لا مع ذلك however مع ذلك بعض المدخنين يقولون أن التدخين يزيل التوتر يعني وخها كك يقولون أن التدخين يحيد stress أوكي التوتر هنا استعملنا however في البداية الجملة الثانية من تبوعة بطعبة الحال بالفاصلة والsubject وهو some smokers حيث هما اللي كيقولوا أن التدخين كيحيد التوتر some smokers هو subject yet هنا yet احتوى عنده المعنى ديال مع ذلك وكنستعملوه في البداية الجملة الثانية at the beginning of the second sentence example smoking is bad for health yet some smokers say that it relieves stress هذه الجملة عندها تماما نفس المعنى بالجملة اللي شفنا من قبل معها however عندها نفس المعنى ديال however مع ذلك اولا رغم انا اولا يعني غير انا ممكن يكون عندها بزاف ديال المعاني اللي كتعبر على تعارض despite هذه الكلمة هذه معنيتها على الرغم من كانت ببعوها يا اما بing او لا noun اسم او كتبعوه subject كانت دائما كان بدهو به الجملة ممكن ممكن نستعملوه حتى في الوسط قد نشوفوهم بجوج دونك دابا قد نبدو فاش كانستعملوه في البداية الجملة at the beginning example despite having family problems Sarah works hard بالرغم من مشاكل من انها عندها مشاكل عائلية سارا كتخدم بجد دونك despite إلا لحتو بدنا بها الجملة استعملنا من مراها ing وفاش سرينا هذه الجملة قدرناها فاصلة وكملنا مطبقات الجملة وفي المثال الثاني despite her family problems Sarah works hard بالرغم من المشاكل العائلية سارا كتخدم بجد دونك كذلك هنا بدنا الجملة despite وتبعناها باش بالنون الاسم اللي هو her family problems المشاكل العائلية وبطبيعة الحل كملنا مطبقات الجملة دابا نشوفو despite يعني نفس العبارة فاش كانستعملوها في الوسط في وسط الجملة position in the sentence in the middle example Sarah works hard despite having family problems سارا كتخدم بجد بالرغم أنها عندها مشاكل عائلية اوكي so despite إلا راح تستعملناها في الوسط وتبعناها بing and in the second sentence Sarah works hard despite her family problems إذن عندهم نفس القاعدة غير الفرق هو أنه اللولانية تبعناها بing والتانية تبعناها بالنون الاسم اللي هو her family problems إذن كخلاصة ديالها despite كممكن استعملوها إما في البداية أو لا في الوسط ديال الجملة وكيتبعها إما ing أو لا noun بعض المرات كنستعمل نفس المثال باش يبان الفرق ما بين مثال ومثال ما بين جملة وجملة باش ما تبقىوش تساءلو منين كنجيبو ing ing منين كنجيبو noun أو لا كيفاش كنستعملو despite يعني ما كان بغاش نبدل ما كان بغاش نبدل المثال باش ما ترتابكوش ولا شي حاجة باش يبان لكم الفرق ما بين جملة وجملة in spite of بالرغم من هاد العبارة هدي عندها تماما نفس القاعدة ديال despite اللي شفنا قبل منها يعني كنستعملوها في بداية الجملة احتهي وكتبعها ing أو لا noun example in spite of being over serious the manager is kind hearted يعني بالرغم من كونه يعني جد كثيرا يعني جد جزاف أوكي يعني المدير ضريف أوكي the manager is kind hearted أوكي يا لحته هنا يا بدينا ب in spite of يعني هي اللي بدينا بها الجملة وتبعناها ب ing أوكي the verb to be plus ing وفي المثال الثاني in spite of كذلك تبعناها بال noun الاسم اللي هو his over seriousness يعني الجدية بالرغم من جديته أوكي in spite of his over seriousness the manager is kind hearted وكيف ما كنتلاحظو فيما كنسالو هذه الفقرة كنذروا فاصلة وكنكملوا الجملة وهنا عدنا نفس العبارة اللي هي in spite of في وسط الجملة فاش كنستعملوها في وسط الجملة وكتبعها كذلك ing أو لا ناون ناخدو نفس المثال the manager is kind hearted in spite of being over serious وكلا لحتوا استعملناها في الوسط يعني جات قبل منها جملة وهي استعملناها في الوسط وتبعناها ب ing وكي and the second example the manager is kind hearted in spite of his over seriousness بالرغم من جديته يعني هنا in spite of تبعناها ب ناون nevertheless هذه العبارة معنتها ومع ذلك إلا لحتوك تكون جملة قبل منها وهي استعملوها في البداية للجملة الثانية at the beginning of the second sentence example their team hadn't lost a game the entire season nevertheless we beat them by a huge margin last night يعني الفرقة ديالتهم مخسرو حتى شي مباراة العام كامل يعني السنة كاملة ومع ذلك nevertheless ربحناهم البارح بواحد الفارق كبير we beat them by a huge margin last night اوكي إلا لحتوه هنا يا nevertheless تعملناها في الجملة الثانية اوكي كاما تبعناها بالفاصلة وتبعها تبعها subject الفاعل اوكي subject اللي هو نحن إذن باش نختمو الدرس كيف العادة أخلي لكم واحد التمرين ليتي يقول link the following sentences using the words given يعني بمعنى صل هذوك الجمل غادي نصيلهم غادي نوصلوا بيناتهم باستعمال كلمة ربط اللي يعطونا في الأخر اللي هما تقترحوا علينا في الأخر ذي الجملة نشوفو number one educated women have a big influence on society they contribute to the welfare of their families شنو معنيت هذا الشي هذا الجملة اللولة educated women have a big influence on society النساء المثقفات عندهم واحد التأثير كبير على المجتمع اوكي الجملة التانية they contribute to the welfare of their families يعني كي ساهموا في يعني الرفاهية ديال العائلات ديالهم الأسر ديالهم اذا اول حاجة كنفهمو الصياق للجملة الجملة شنو كتقول خسنا نفهمو المعنى بعدها هو اللول و تاني حاجة كنشوفو العبارة اللي هما مقترحين علينا اللي هي moreover اللي مكتوبة بالحمر moreover كيكتبوها بين قوسين هذيك العبارة هي اللي غا نستعملو باش نربطو هذك جوج ديال الجمل اوكي يعني غادي هو كنربطو الأفكار ديالهم كنربطو الأفكار ديال الجمل بجوج اوكي دونك هذيك moreover خسنا نعرفو بعدها هذيك moreover اول حاجة عبارة ديالج هذيك على شكتعبر وشكتعبر على addition او كنساشن اوكي و نستعملوها باش نربطو ما بين الأفكار ديال هذوك جوج ديال الجمل ممكن انكم ترجعوا للدرس و تشوفوا و تقلبوا على moreover كيفاش استعملناها يعني الاستعمال ديالها و تديرو تطبقوها على هاد الجمله هذي اوكي و غاد ديرو نفس الشي مع جميع الجمل الاخرين اذا هاد الدروس هادو ديال speaking كيساعدوكم حتى في الانشاء فاش كتكونو كتكتبو شيء انشاء مزيان انكم تستعملو بحال هاد العبارات ديال moreover also despite however باش كتصيلو ما بين الافكار ديال ذاك شي اللي انتوما كتكتبو الكتابة ديالتكم انتوما الافكار ديال لكم كتربطو ما بين الافكار باش كتكون عندكم واحد الفقرة متماسكة او لا ما قالا كتكون الافكار ديالها متماسكة و مترابطة اوك هاد العبارات هادو ديال addition, concession, cause, effect اللي شفنا المرة اللي فاتت هادو كل هم عبارات كيساعدوكم باش احتف الرايتين في الانشاء اوكي اذا ندوزو نشوفو التمرين تاني هاد التمرين تيقول يعني في كل جملة اللي عطينا غد نعمرو احنا يا هادك الفراغ بالكلمة المناسبة يعني كلمة ربط المناسبة اللي هم اقترحوا علينا ما بين قوسين في كل جملة عطونا جوج ديال عبارات احنا غد نختارو اللي صحيحة اللي جات مع صياق ديال الجملة احتمع البنياد الجملة حيحة تقليك paying attention to the structure of the sentence بمعنى حضي مع البنياد الجملة شوف البنياد الجملة مزيان كيفاش ديرا الجمل ديالها الجملة الأولى قرنها مع الجملة التانية شوفو علامات الترقيم اللي مستعملين تماك شوفو يعني هادك الفراغ من موره شنوجا واش subject واش ing واش noun باش تعرفوا اشنه غادي اش من العبارة قاتستعملوا وحتى السياق تهوا بطبيعة الحال غادي يعاونكم من الدرجة الأولى اذا تمكعدنا الجملة هانا is a talented actress هادي الجملة الأولى بمعنى هانا هي ممثلة موهوبة والجملة التانية she is very beautiful يعني هي جميلة جدا اوكي وفيما بين القوصين اعطاكم moreover و but جوج ديال العبارة احنا غاستعملوا لمناسبة في هادك السياق اوكي تحبسوش الفيديو هنا يا حيتاش ما زال ما كانينش غارب عادي الجمال كانين كتر اوكي نخليكم تخدموا التمرين ولا عندكم شي سؤال سولوني اوكي ما تنسوش تبرتاجوا الفيديو good luck everyone و نشوفكم في مع درس جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة